تشكل مسابقة خالد بن حمد للابتكاري بالذكاء الاصطناعي فرصة لتبني مشاريع الطلبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من قبل القطاعين العام والخاص وأكد الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية بولي تكنيك البحرين أن المسابقة التي جاءت هذا العام تحت شعار لنبتكر للمستقبل شهدت منافسة أكثر من مئة فريق لافتني لأن إشراك الجهات الحكومية في مثل هذه المسابقات أمر مهم للغاية من جانبه دعا السيد محمد عيل قايد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الألكترونية كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى الاستفادة من مخرجات النسخة الثالثة من المسابقة من خلال دراسة المشاريع ذات الصلة وتقييمها والعمل على تبني الممكن منها مؤكدا أن الهيئة لن تألو جهدا من أجل تقديم أي مساندة فنية أو تقنية لأي جهة ترغب بالاستفادة من هذه المشاريع المبتكرة في المملكة كما أكد القائد حرص الهيئة على توفير البنية التحتية للتكلوجيا وتفعيل عملية التحول الرقمي للحكومة وتقديم الاستشارات للجميع مشيرا إلى أهمية مصابقة خالد بن حمد ودورها في حفظ الشبابي وتشجيعهم على الإبداع والابتكار لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي ترجمة نانسي قنقر